الخسائر التي تكبدتها ميليشيا الحوثي في الجانب البشري دفعتها لفتح أبواب لتعويض هذا النقص فابتدأت بما يسمى النكف القبلي مرورا بتجنيد الأطفال وفتح المراكز الصيفية لتنشئة جيل متشبع بثقافة العنف لتنتهي مؤخرا بالتمهيد لإعادة قرار التجنيد الإجباري الذي كان قد تم إلغاء العمل به منذ قرابة عقدين قرار عملت الميليشيا منذ عامين على التمهيد لإعادة العمل به من خلال تسريب تصريحات وبيانات من حين إلى آخر تدعو لفتح باب التجنيد الإجباري مجددا ليختمها مؤخرا رئيس ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لميليشيا الحوثي محمد علي الحوثي في تغريدة له نشر فيها قانون التجنيد الإجباري الذي كان قد تم إلغاؤه وينص على التجنيد الإجباري للذكور ما بين السن الثامنة عشر وثلاثين عاما ويتم الإعفاء منه بدفع مبالغ منية بالمقابل مراقبون يرون أن توجه الميليشيا الانقلابية لمثل هذه الخطوة يهدف إلى سد الفراغ في صفوف مقاتليها الذين تقلص عددهم بشكل كبير بسبب المعارك منذ بداية الانقلاب على الدولة في سبتمبر من العام 2014 ومن جانب آخر الحصول على عائدات مالية ضخمة إذ يلزم من يريد الإعفاء أو التأجيل في الخدمة العسكرية الإجبارية بدفع مبالغ مالية ويرى المراقبون أيضا أن مثل هذه التصريحات والدعوات التي تطرقها قيادات حوثية بشكل مستمر حتى وإن لم يتم العمل بها لكنها تهدف إلى دفع المجتمع للقبول بهذا القرار بشكل تدريجي اشتركوا في القناة